بالتالي يأتي السيد السوداني المحسوب على الأطراف الحليفة مع إيران أو تابعة لإيران لأن هناك نوعين من القوة داخل الإطار قوة حليفة لإيران وقوة تابعة لإيران لهذا يعني هذا شهر العسل الوهني الذي يظهر من خلال زيارات السفيرة الأمريكية المتكررة إلى السيد السوداني خفه طبيعة الخطاب الذي يستخدمه الخطاب يعني لاحظ على سبيل المثال منذ مجيء حكومة السوداني حتى هذه اللحظة لم يعد أحد يتحدث عن الوجود الأمريكي في العراق أو الاحتلال الأمريكي كما كان يسميه الإطار فيما قبل كل هذا صمت من أجل يعني إيجاد نوع من العلاقة الودية مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالنهاية الولايات المتحدة لديها شروطها وإذا لم ينفذ العراق هذه الشروط لن تكون هناك مثل هذه العلاقة ولا يستطيع العراق تنفيذ هذه الشروط لأن بعض هذه الشروط مرتبطة بإيران لهذا المشكلة في العراق غياب منطق الدولة غياب استراتيجيات وطنية تحدد عمل الفاعل السياسي سواء كانت حكومة أو أي فاعل سياسي داخل الدولة وبالتالي نتحدث هنا عن اجتهادات هذه الاجتهادات لن تؤدي إلى نتيجة لن توصل إلى نتيجة يعني لاحظ على سبيل المثال لاحظ الرسالة المضطنة التي أرسلها السيد محمد الشياء السوداني إلى الولايات المتحدة يعني قبل أن يصوت عليه عندما كتب تغريدة عن قضية قرار أوبك بلس المتعلق بسقف الإنتاج في حينها واضح كانت رسالة إطارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأننا ضد الموقف الذي اعتبر موقفا روسيا سعوديا فيما يتعلق بسوق الطاقة ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني أننا أمام اجتهادات لا وجود لسياسة تحدد يعني أو عفوا استراتيجية تحدد سياسات الدولة فيما يتعلق بالطاقة فضلا عن أشياء أخرى لهذا أقول دائما أن ما ضمنا في هذا السياق لن تكون هناك أي سياسة منتجة لأن السياسات لا ترسم اعتباطيا لا ترسم على أساس اجتهادات خاصة لا ترسم على أساس مصالح خاصة وإنما ترسم على أساس مصالح وطنية لا وجود الاتفاق حتى هذه اللحظة في العراق على هذه المصالح الوطنية أو طبيعتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر